موسيقى مساء الخير وأهلا بكم أسبوع جديد وكلمة أخيرة أحداث اقتصادية كثيرة متلاحقة من المؤتمر الاقتصادي الأسبوع الماضي إلى تحرير سعر الصرف والإعلان عن اتفاق صندوق النقد الدولي وقبلها حزمة الحماية الاجتماعية ده كان يعني الأربع والخميس إلى مؤتمر اتحاد الصناعات اليوم واللي بيأكد وبيعكس توجه الدولة للصناعة في المرحلة المقبلة كأولوية لاهتمام الدولة بمشاركة طبعا القطاع الخاص وقرار سيد الرئيس بمنح الرخصة الذهبية للمستثمرين لمدة ثلاثة أشهر كل مستثمر هيقدم على مشروع ممكن ياخد الرخصة الذهبية والرخصة الذهبية دي بتأثر كل الترخيص يعني هو لازم يطلع الترخيص ولكن بتأثر المدة وبتخليه يبدأ وبعدين الترخيص دي ممكن تطلع على مهلها وده بيصرع الإجراءات كل دي يعني الحقيقة إجراءات تحاول فيها الدولة أن تدعم التحرك في اتجاه الصناعة وعندنا أحداث اقتصادية الحقيقة متلحقة وبتكشف اتجاهات كتيرة حنتبعها النهاردة بالتحليل وأنحاول نفهم ما تقوم به الدولة ماذا حدث مع سعر الصرف إيه وضع الدولار توقعاته التأثير على الأسعار ماذا علينا أن نفعل فيه المرحلة المقبلة الحقيقة أنه تخفيض سعر الصرف أو أي إجراءات نقضية وحدها رغم أنها إجراءات مهمة جدا وكانت مطلوبة وكنا متوقعنا وفي هذا المكان توقعناها يوم الثلاثة وقلنا أنه خلاص فيه إجراءات قادمة ورغم أهميتها إلا أنها وحدها لا يمكن أن تؤتي ثمارها دون جناح آخر من الدولة وهو الحكومة لتيسير بيئة الأعمال لتشجيع الصناعة لتشجيع الاستثمار وهو ده الواضح أنه اتجاه الدولة حنائش كل ده سواء في الفقرة الإخبارية الأولى أو في معدة نقاش أيضا في النصف الثاني من حلقتنا هنسمع عراء المحللين والمصنعين ماذا ننتظر من المرحلة المقبلة الناس والتأثير ده على الناس ويعني هيحصل إيه للأسعار هيحصل إيه للإقتصاد كل دي أسئلة هنحاول أن نسألها في حلقتنا لكن طبعا لازم قبل ما أبتدي الحلقة أهنئ النادي الأهلي أهنئ النادي الأهلي بسعادة بلغة على الفوز مبارح ببطولة السوبر بعد فوزه على زمالك 2-0 مباراة مثيرة جدا تنظيم رائع من دولة الإمارات بنحييهم جمهور عظيم من الناديين وهي دي على فكرة جماهير الأهلي والزمالك مش ماصر بس وجماهير الأهلي والزمالك من المصريين في كل أنحاء العالم العربي وأيضا من غير المصريين يعني كانت مالية الأستاذ والمدرجات وأكلمكم بقى عن روح الفانيلا الحامرة روح الفانيلا الحامرة اللي عمرها مختفت دايما يقولوا إيه؟ إيه روح الفانيلا الحامرة دي؟ دايما الترياوا علينا كده إيه روح الفانيلا الحامرة دي؟ روح الفانيلا الحامرة دي اللي ظهرت مبارح إنك تاكل الأرض أكل عشان تكسب وعشان عارف إنه جمهورك زعلان أو متدايق أو محتاجك إنك تكسب فتاكل الأرض تاكل هو دي روح الفانيلا الحامرة إنك لا تيأس لا تيأس حتى الدقيقة 90 تايما يقولوا إيه؟ مش الأهلي بتاعت ديها 90 والأهلي ده حظ ده مش حظ ده مجهود ده تعب ده مبدأ إنك مهما سقط ومهما تعثرت عارف إنك هترجع وتقف وتكمل وتكسب هاي دي روح الفانيلا الحامرة أرجو إنها تكمل مبروك السوبر كنا محتاجينه وعقبال اللي جاي إن شاء الله جماعة روح الفانيلا الحامرة تقولوا إيه؟ مبروك للأهلي يلا نبتزي الحام